طيب دكتور إيه اللي هيختلف؟ يعني نفس المدرس وفي نفس الفصل وفي نفس المدرسة ونفس الطالب ما هو كان بيحضر دلوقتي وليكن حصة لغة عربية في المدرسة خلص وعايز ياخد مجموعة التقوية لغة عربية هتكون في الفصل بعد انتهاء طبعا اليوم الدراسي إيه اللي ممكن يختلف؟ بصح لك العملية التعليمية عبارة عن حاجتين input output معلومة دخلة وتدريب طالع فإحنا عندنا في بعض الأحيان في الحصة الصباحية المدرس عايز يخلص الجدول الدراسي بتاعه المهام التعليمية المخرجات التعليمية أو learning outcomes ايه أنا مفروض يخلصه النهاردة ولكن الطالب في بعض الأحيان لازم يرجع البيت يعمل مزيد من التدريبات والتطبيقات فده مفروض يحصل تحت إشراف وليه الأمر اللي مشغول جدا جدا أو ما عندوش فكرة عن هذا التخصص كتير جدا يقول لي الأمور مثلا بيحبوش المعث أو الرياضيات أو الحساب أو ما لهمش في اللغة العربية مثلا يعني هو إحنا صحاب اللغة بس إحنا ما عندنا ناس تفاصيل قواعد اللغة العربية على هذا الأساس أنا كوليه أمر مش عارفة تابع مع ابني ومحتاج مزيد من التدريبات مع الولد هبطلوا منه يروح مجموعة تقوية وإحنا ليه فجأة بقينا بنقر فكرة إن وليه الأمر مسؤول بالتوازي مع المدرسة الفكرة دي جاية 80 دوتر الفكرة دي جاية مأمور دي إحنا اضطرينا لها ولكن إحنا مش يعني حقيقة الأمر وبالورقة والألم كده الولاد بتروح المدرسة عشان تتعلم في المدرسة وترجع هي المسؤولة وده اللي يمكن قائمة عليه المناهج الجديدة إن الولاد يبقوا عارفين يعملوا سيرش إنهم يبقوا عارفين يعملوا حاجات تبقى قائمة وإحنا بس يعني نقدر ندي هند ولكن فكرة إن أنا الصبح في شغلي وأرجع أبتدي من الأول وجديد تاني أعتقد أن بصح لك مش أنا يعني أنا أكلم معك لو حدريك سألت أولياء الأمور اللي عاشوا في دول غربية أو أمريكا فالتعليم الغربي معتمد عليه إن الولد بيخلص الدرس بتاعه بواجباته وبتطبيقاته في المدرسة وبعد المدرسة هي فترة أكتيفتيز وأنشطة واجتماعيات وليه أبوص حيات والدول العظمى في التعليم زي فنلندا حتى ما عندهمش تمارين ملتزمين بيها زينا بالشكل الحرفي للأم الغالبانة اللي عملت تسلم شنطة المدرسة تسلم شنطة التمارين بتنين لج بوكس وتتزي تلف على التمارين السؤال ده متشاعب جدا منه جزء إن إحنا كثقافة وليه الأمر أوفر بروتكتيف وبيخبار مولاده بزيادة اتنين وليه الأمر رابط نجاح الولد بدرجاته فعايز تطمن إنه هو بيجيب الدرجات النهائية وده بنسميه إحنا يعني كان سكور أوريانتد إجزام أوريانتد تكون يتفكيره في الامتحان الولد نجح فإحنا كثقافة بنتوارسها النجاح في الشهادة الشهادة يعني درجات الدرجات معناها إن أنا لازم أتابعني إبني مش هو ده التقييم؟ مش هادي وسيلة التقييم الدرجات؟ والله يا حضرتك دلوقت إحنا أصبحنا في وقع بيقول إن التعليم أصبح أكثر مرونة وإن أنا حتى لولادنا في سنوية عامة لقد الله دخلت تخصص وبعد ما تتخرج لقيت نفسك التخصص كويس بس أنت عايز تغيره الكريف شفت بقى سهل جدا تغيير المصار كله بشهادات إضافية ده عايز له حلقة تانية ده ممكن تعمل شهادات إضافية كرصات إضافية ديلمات إضافية واتغير المجال كله الموضوع بقاش زي زمان بشهادتك أنت لازم تشتغل وما اشتغلتش أنت حتعاني الموضوع بقى أسهل بكتير وده لي بيخلي أولياء الأمور لازم يكونوا أكثر هدوءا وأقل ضغطا على الطلاب موسيقى موسيقى